زهر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاوني بنك تنمية المدن والقرى وذلك في إطار جولاته الميدانية وزياراته التفقدية للمؤسسات وأكد الخصاوني أهمية الجهود التي تقوم بها وزارة الإدارة المحلية والبنك في خدمة المواطنين والمجتمعات المحلية وأعلن الخصاوني أن الحكومة تتجه لاتخاذ قرار قريبا بإعفاء البلديات من فوائد الحساب المكشوف لغاية تاريخ الـ 31 من شهر كانون الأول لعام 2022 والبالغ قيمتها أكثر من 13 مليون دينار بما يسهم بتخفيف الضغط المالي على البلديات الدعم اللي ممكن تقدمه الحكومة نحن فيه سياق إعفاءات مترطبة على فوائد وقروض هذا إن شاء الله بنوخذ فيه قرارها اليومين مع الأبو عبدالله اللي تعفى البلديات منها 13 مليون فوائد وقروض لابد من أن تتجه البلديات أيضا باتجاه ضبط أليات حوكمتها فيما يتعلق بسياسات التوظيف والتشغيل وإدارة المشاريع والقرارات الاستثمارية تجربة اللامركزية هي تجربة أساسية وتجربة هامة وتجربة مستثمر فيها وطنيا من قبل جلالة سيدنا ومن قبل الحكومات المتعاقبة ولكن أطر الحوكمة الخاصة بالتطبيق الآمن والسليم والراشد لهذه التجربة هو بشكل أساسي المرجح فيما يتعلق باعتبارات نجاحها وتحقيقها لمبتغياتها وإلا ترتد إلى الضد إذا ما كانت الأطر الخاصة بالحوكمة والضبط أطر واضحة وأطر تتمتع بأعلى درجات الكفاءة والحوكمة بشكل يهدف إلى تحقيق الغرض المتوخة من اللامركزية وهي ترشيد القرار وسرعة اتخاذ القرار وتعظيم الفوائد المرتبطة بالقرار والتعبير عن الثياجات المجتمعات المحلية بشكل مشروع وتنميتها بشكل متعلق باستخدام عناصرها ومواردها الذاتية الأمثل والأفضل بس إذا ابتعدنا عن كل هذه الاعتبارات الموضوعية في إدارة عملية الحوكمة تصبح عندئذ لا علاقة لها بالهدف المتوخم من فكرة اللامركزية وهي فكرة نبيلة في غاياتها وفي أهدافها وفيما تبتغي تحقيقه ولكن بحاجة إلى الكثير من الضوابط الواضحة والشفافة للمجتمعات المحلية والمحافظات والأطراف ومجارس الخدمات فيما يتعلق بكيفية إدارة هذا العمل اللامركزي